الأستاذة ندا بتقول أنه بتسأل دعاء هل الدعاء يمكن أن يغير القدر ده حجوبه بتفصيل شديد عشان ديء الوقت ديء الوقت في الحلقة المسجلة لكن خليني أقول أنه القدر أنا عندي الحتمي وأنا عندي المعلق القضاء المعلق القضاء المعلق ده الحتمي ده لهو مثبت في علم الله سبحانه وتعالى قضاء المعلق اللي هو بتطلع عليه الملائكة بإذن من الله لأنه هم دول أوكل إليهم المولى سبحانه وتعالى أنهم بيكتبوا في صحائفهم فلند لو تصدق فلند لو وصل رحمه يبقى عمره بدل يبقى أطول إذا لم يتصدق يبقى عمره أقصر من ذلك ده الدعاء ينفع العمل الصالح ينفع في هذا القضاء المعلق على ما يفعله الإنسان هو مثبت في علم الله الله سبحانه وتعالى يعلم ما سيكون من فلان وفلانة هل سيصل الرحم أو لا هل سيتصدق أو لا هل هيكون من أهل كده الله يعلم لكن بيطلع الملائكة ويعلم الخلق ومنهم الملائكة الكرام إذا تصدق فلان فعمره مثلاً تمانين إذا لم يتصدق فعمره ستين فالإنسان يتصدق فربنا يزد له في هذا العمر ويبارك له في عمره وهكذا وحنفصل فيه القول بتفصيل في حلقة الرد على الأسئلة يا أستاذ ندى إن شاء الله